التشكيلة اللي عيب بها النادي الاهلي النهاردة كابتالي احمد كانت تشكيلة مناسبة؟ بالنسبة للمبارات الاخيرة والفترة الاخيرة هي تشكيلة مناسبة ولكن انا اتفاجئت بكريم يعني دي كانت مفاجأة بالنزالي مش تططينا من كريم بس عشان مروان اول رجله اكثر كريم لعيب كويس ولعيب مهم ولكن يعني وجوده النهاردة بالنسبة لي كان مفاجأة صحيح مش اقلالا منه ولكن بالنسبة لمتابعية لطريقة لعب النادي الاهلي الفترة الاخيرة النادي الزمالك عمر حركة زكاية النهاردة جدا كريمي النهاردة كان بيلعب ستة وقدامه سلية وامام بس امام كان بيروح كتير على الناحي الشمال ويخلي حسين يدخل في نص ملعب عشان يستلم عشان الرقابة عشان يعمل خلخلة في دفعات نادي الزمالك عشان الرقابة اللي كانت على الاطراف زي ما قلنا النادي الزمالك كان موقف لطراف في شكل كويس نادي الاهلي النهاردة الشيط الاولاني عنده غلطة دايما الاهلي بيلعب بيتدرج بالكورة ويطلع بها بشكل كويس من نص الملعب اللي بيعملها الراجل اللي فص الملعب اللي هو النهاردة قيم بالدور ده كريم ندفت ندفت لو لاحظت الشيط الاولاني كل الهجمات بتاعت نادي الاهلي تروح لرام الربيع بتتعامل طويلة ما كانتش ودي كانت غريبة شو عن نادي الاهلي سببها ايه سببها ان النادي الزمالك لو جبت الشيط الاولاني كله شوف اوباما كان بيعمل ايه لما النادي الاهلي بيعمل الكورة كان بيروح لك على كريم ندفت فهو افهل مفتاح بداية النادي الاهلي فالنادي الاهلي كان بيضطر ان يلعب كورة طويلة تدركها حلها ايه؟ حلها ان الاستردباك يمشي شوفها بالكورة ولكن النادي الاهلي مكانش بيعمل كده تدركها في ديئة 47 رامي ربيع في الكورة الوحيدة اللي اختارك بيها نص الملعب وعدة وحصل فاول على الثمانتاشر النادي الاهلي لو كان تدرك الموقف ده من بدري ان ندفت مراقب فمش قادر يطلع بالكورة وكان خلى حرية الاستردباكين سواء رامي او عبد المنعم كان ممكن يعمل خطورة ويعكس طريقة اللعب يخلي الديفندر هو اللي يسقط والاستردباك هو اللي يطلع ولكن ده ما حصلش يعني ممكن ما يعني ما تقريتش بشكل كويس فاكيد اثرت على طريقة لعب الندفة الاهلي ده خلينا اسألك السؤال هل ندفة النهاردة ما كانش ظاهر بشكل كويس ولا الشغل الفني والتيكتيك اللي عمله جميز اللي خلى قبا ما يضغط عليه في كل كورة هو اللي خلاه ما يطلعش كويس لا طبعا هو مقدرش هو مش عاوز اقول ما ظاهرش بشكل كويس هو مقدرش يعمل دوره لانه راجل كان مراقب ايوه هي نقطة مهمة جدا كسا عشان طبعا في لايبة تظلم انا قدامي لعيب اخر انا دوري ايه كراجل اللي بلعب ستة انا في بداية الهجمة السردبكين بفتحوا جميل بلعب الكورة انا بنزل بوسع الملعب بس سلم الكورة ببعندي قرية في الملعب ده في الجانب الهجومي طب الراجل النهاردة لما كان بنزل عشان سلم الكورة هو مع واحد انا عشان كده بقولي الحلول بتاعتها ان السردبك من واحد من السردبكين هو اللي تقدم بالكورة دي حصلت ولكن في ديها سبعة وربعين بس وفي الشوط التاني مرة من عبد المنعم ولكن كان المفوط تحصل على طول ان انا عند الراجل رقم ستة مراقب فانا ما بقولش ان ندفت كان وحش وبقول النادي الزمالك ارى النادي الاهلي بشكل كويس طيب